نساء الخير برحب بحضراتكم معنا في الحياة اليوم نهاية الأسبوع مع حضراتكم أخبار كتيرة وغير متوقعة غير متوقعة بالمرة أن يكون فيه تعديل وزاري محدود اللي تم النهاردة وتم الإعلان عنه بتغيير تمن وزراء التوقيت نفسه مهم وإحنا على أعتاب المؤتمر الاقتصادي اللي كل أجهزة الدولة طبعا بتستعدله والنهاردة كان فيه مؤتمر صحفي مهم للإعلان عن طبيعة الاستعدادات والملامح النهائية إن شاء الله لهذا المؤتمر التعديل الوزاري اللي حصل النهاردة بيطرح عدة تساؤلات سواء عن التوقيت الحقائب الوزارية اللي تغيرت إيه دلالة هذا الكلام إن عكاس ده على المشهد السياسي بالشكل عام إن شاء الله من خلال فقرتنا الرئيسية النهاردة هنحاول مع حضراتكم نقرأ هذه التغيرات سواء التعديل الوزاري أو المؤتمر الاقتصادي واللي تم الإعلان عنه النهاردة من خلال المؤتمر الصحفي هيساعدنا في ده وجود أسازتنا إن شاء الله اللي هيشرفونا النهاردة في الحياة اليوم دكتور جمال عبد الجواد الباحث السياسي ومدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية سابقا وهي كمان هيكون معنا أستاذ علاء عبد المنعم المحامي طبعا والبرلماني السابق وأستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق فقرة مهمة النهاردة بإذن الله في حلقتنا نبتدي بقى مع حضراتكم بشكل مباشر للأخبار وزي ما قلنا أهم خبر حصل النهاردة والخطوة المفاجأة لما تم الإعلان عن التعديل الوزاري اللي اجتمل على تغيير وزير الداخلية اللوى محمد إبراهيم ضمن حركة تعديل الوزاري ضم التمن وزارة من بينهم وزارتين كمان تم استحداثهم بنتكلم على وزارة الدولة للسكان ووزارة التعليم الفني والتدريب الوزراء قدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء الجدد هم اللوى مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزيرا للداخلية دكتور محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب دي الوزارة الجديدة أو الوزارة المستحدثة فيه برضو دكتور صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراع والاستصلاح الأراضي برضو من المزارة الجدد دكتور عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة ودكتور محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم ودكتور هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان والمهندس خالد محمد علي نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأخيرا وزير السياحة الجديد مهندس خالد عباس رامي برضو من ضمن القرارات المهمة النهاردة ومتعلقة برضو بالتعديل الوزاري اللوى محمد إبراهيم صدر بحقه قرار من رئيس الجمهورية قرار جمهوري بتعيينه مستشار لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء نهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الوزراء الجدد بعد ما قدوا اليمين الدستورية وأكد على أهمية إدراك الظروف الصعبة اللي بتمر بيها الدولة وشدت كمان على أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاق مصلحة الوطن وإنه بيتعين في هذه المرحلة ترشيد الإنفاق الحفاظ على المال العام وأكد على أهمية دور وزارة التربية والتعليف إنها تكون شخصية النشأ وكسبهم المهارات والمعلومات اللازمة وإن الوزارة لها دور أساسي في اكتشاف النهبغين والموهبين وأكد كمان رئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية الأربعة بنتكلم على المعلم على الطالب على المنهج الدراسي وأخيرا الأبنية أو الوسائل التعليمية بشكل عام الرئيس أيضا نوه إلى مسئولية وزارة الداخلية المسئوليات الجسام طبعا الملقاة على عاطق هذه الوزارة في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة وإحنا بنتكلم على تأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم ومكافحة الإرهاب وبرضو تأمين الفعاليات المهمة اللي هيتم عقدها في مصر سواء بنتكلم على الانتخابات البرلمانية إن شاء الله وقبلها المؤتمر الاقتصادي بالنسبة لحقيبة الزراع وزارة الزراع شدد رئيس الجمهورية على أهمية توفير احتياجات الفلاح المصري خاصة موضوع السماد وتطوير عمل بنكي لإتمان الزراعي ووضع تصور شامل لمنظومة زراعات وتسويق المحاصيل الزراعية خاصة مشاكل القطن في قطاع الثقافة الرئيس أكد على أهمية دور قصور الثقافة ومراكز الشباب بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتعاون أيضا مع الأزهر الشريف باعتباره منارة للعلوم الدينية أما رئيس الوزراء قال في تصريحات لي النهاردة بخصوص التعديلات الوزرية اللي تم الإعلان عنها قال إن الكلام ده جاي في إطار تجديد الدماء وإعادة تقييم أداء الوزراء خلال عام من عمر الحكومة النهاردة كمان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بأعضاء المجلس التخصوصي للتعليم والبحث العلمي والسفير علي يوسف المتحدث باسم رياسة صرح وقال بخصوص هذا اللقاء إن الرئيس استعرض من خلاله مع عضاء المجلس عدد من الموضوعات في مقدمتها تنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري اللي هيوقت إن شاء الله بعد أيام بإذن الله في شارم الشيخ والرئيس أكد على إصرار الدولة المصرية على إنجاح هذا المؤتمر والتصدي بكل حزم لأي محاولات لعرقلته وعلى صعيد مكافحة الأعمال الإرهابية أكد الرئيس على إن الأمر هيستغرق وقت طويل وإن المواجهة لن تقتصر فقط على الجانب الأمني والعسكري لكن المواجهة هتمتد لتشمل تصحيح المفاهيم من خلال المناهج الدراسية وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة